متابعي القناة أهلا وسهلا بكم إلى هذا الفيديو الجديد في هذا الفيديو سوف نستعرض لكم مركز تدريبات مولودية الجزائر الذي يقع في سيرالدا والذي انتهت بها الشغال بصفة رسمية فقط ينتظر التجهين الرسمي يتربى على مساحة تقدر بأربعة هكتار يحتوي على ملعبين للتدريبات واحد بالعشب الطبيعي والثاني معشوشب استناعي مع تواجد قاعة رياضية داخل المركز إضافة إلى وجود مركز طبي رياضي مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة المخصصة للمجال الرياضي المركز كذلك يحتوي على فندق من أربع نجوم مما يوفر كل اختياجات اللاعبين والطاقم الفني من الإطعام إلى الرح انطلقت تدريبات مولودية الجزائر في هذا المركز منذ أشهر قليلة وهو يعتبر المكان الجديد ستكون مولودية الجزائر بجميع فئتها الشبانية تتواجد في هذا المركز من أجل التدريبات إذن يمكن القول أن نادي مولودية الجزائر استفادها من مركز للتدريبات بمواصفات عالمية تتواجد فيه كل الأمور التي يحتاجها الرياضي ولعب كرة القدم خاصة وأن مولودية الجزائر الآن أصبحت تمتلك ملعبها الجديد للابوينت في أدويرة وبهذا تكون مولودية الجزائر النادي الأول في الجزائر هي مركز للتدريبات وملعب مخصص لكرة القدم هذا ما سيجعل النادي يطور من مستوى ويعمل على تقديم الأفضل والعودة إلى إفريقيا واللعب على الأدوار الأولى في دوري أبطال إفريقيا خاصة وأن مولودية الجزائر تشارك هذا الموسم في هذه البطولة هذا هو الجديد الذي أردت أن أقدمه لكم في هذا الفيديو عن مركز التدريبات الجديد الخاص بمولودية الجزائر والذي يقع في زيرالها للأخير دائما إخواني قبل أن نختم الفيديو إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس